نضم إلينا من بغداد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية معا الجبوري أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية كل عام تبخير أستاذ معا بداية هل وصلت الأمور بين إقليم كردستان العراق وحكومة بغداد إلى درجة اتهام أربيل بغداد بالمسؤولية عن هذه الهجمات على القواعد الأمريكية لماذا نسمع هكذا تصريح قوي من حكومة أربيل طبعا يومك أستاذ يوسف وأستاذ المشاهدين وكل عام وأنتم بألف خير مزيد من الرجاح والتألق حقيقة واضح أن ما تشعر به حكومة كردستان هو أقل ما نقول عنه طفح الكيل لديها من تكرار التجاوزات من الضربات المستمرة المتلاحقة بانتجاه خصوصا مقر أربيل وقاعدة الحرير والآن وصل الأمر إلى هذا مقر سياسي حزبي أن يستهدف بشكل مباشر تخشى إلى ضرب مقرات حكومية يعني دوائر حكومية إلى البرلمان أن هذه الميليشيات أقلت في غيها أستاذ معا أعتقد أنه لدينا مشكلة فنية في الصوت والصورة من المصدر في بغداد نحاول أن نعالج هذه المشكلة الفنية قبل أن نعود لك لنتحدث عن أربيل نعم سيد معا كنت تتحدث بأن حكومة أربيل ضاق صدرها بهذه الهجمات ولذلك هي تحمل بغداد المسؤولية في هذا الإطار تفضل أستاذ يوسف الإشكالية أنه لا توجد إجراءات فعلية وواقعية لكبح جماع هذه الميليشيات عذري في ذلك أنها تعلن عن نفسها يعني عندما تقوم بهذه العمليات ضد أي جهة في داخل العراق سواء في بغداد أو في إقليم كردستان هي تعلن عن نفسها ببيانات صريحة وواضحة وتوجد لديها مقرات في بغداد وهي التي تعرف عن نفسها وكثيرا ما حاولت الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات ولكن طبعا على الواقع العملي لا يوجد الملاحظة المهمة التي ذكرتها حكومة إقليم كردستان بالتحديد سيد مسرور برزاني قال أن هناك متواطئون معهم هذه رسالة مهمة إلى الحكومة الاتحادية بأن هناك إشكالية الأمر الثاني حقيقة من الناحية السيكولوجية إذا ما عدنا إلى تصريح السيد السوداني قبل أسابيع قال أن هؤلاء إرهابيون هذا أيضا يعني أنه كان في حالة مزاج متعكر عندما أعلن أن هؤلاء الذين يستهدفون هذه المقرات هم إرهابيون ولكن على الواقع على الأرض البيانات لا يمكن أن تغير شيء الاستنكار الإدانة هذه كلها عوامل تمر مرور الكرام ولكن على مستوى الميداني أي على مستوى تحجيم هذه الميليشيات وضع حد لتغولها العلاقة حتى مع الجانب الأمريكي يعني أمريكا في حالة تذمر أمريكا بدأت تضرب في الداخل العراقي وفي سوريا هذه الميليشيات بقوة نتيجة أيضا عدم قناعتها بأن الإجراءات الحكومية قادرة على السيطرة على ضبط إيقاع هذه الميليشيات وكبح جماعيها طيب هنا عندما يقوم يأمر رئيس الوزراء العراقي بإجراء تحقيق فيما يحدث وأنت حضرتك تقول أن هذه الميليشيات تعلن عن نفسها ومعروفة هنا ماذا يكون سيد الشياء السوداني قد فعل ماذا يعني التحقيق في هذا الموضوع أستاذ يوسف هذه حقيقة الخطوة يعني هو كإجراء لنقول بروتوكولي إداري فني لا بد من أن يعلن ولكن الشارع العراقي الحكومة الأحزاب الأخرى تعلم أن هذه الميليشيات لديها غطاء سياسي هي فاعلة في الحكومة هي أذرع مسلحة لأحزاب حاكمة لديها أعضاء في البرلمان لديها وزارات لديها مؤسسات إذن هي تعمل بأريحية لأن الغطاء التي تمتلكه يمثل حصانة لها ونعلم أن حكومة الإطار التنسيقي حقيقة هي حكومة من هذه التوليفة التي تضم مع وضد مع الحكومة من ناحية وضد من الحكومة وهذا ما ذكرته أن هناك تذمر بين الفينة والأخرى من السيد السوداني ولكن يبقى الأمر على الصعيد الميداني دائما كلما يتحدث السيد السوداني بأنه بصدد ضبط الأمن بصدد حماية المقرات الدبلوماسية بصدد سيطرة على السلاح كلما تبادر هذه الميليشيات إلى ضربات محددة ودقيقة وسريعة لكي تعطي رسالة أنها هي صاحبة القرار على الأرض وأنها تستطيع أن تفعل ما تشاء وهذا طبعا للأسف جاء ضد أقليم كردستان يعني بشكل يختلف لأن قبل كانت الحجج أن هناك أمريكان هناك إسرائيليين ولكن هذا مقر كما ذكرت مقر سياسي حكومي معروف حتى القادة العراقيون من بغداد عندما يذهبون إلى أربيل مقرهم في هذا المكان تعديدا طيب سؤال أخير باختصار هنا بعد الأخبار التي قرأناها أنه تم الهجوم بمسيارات على إيلات في إسرائيل ومسيارات جاءت من سوريا فصالة العراقية هي التي تبنت الهجوم هنا وهناك هل هذا نفهم أنه تصعيد جديد هجوم من الميليشيات العراقية لكن من الأراضي السورية هذه المرة على إسرائيل مباشرة نعم من الميليشيات العراقية الموالية لإيران تحديدا لأن نعلم أنها تتحرك أيضا في الداخل السوري وإيران طبعا حاولت أن تستثمر هذه الأذرع وما حصل أخيرا من تحريك الحوثيين ضد الملاحة الدولية وضد الأمن القومي في المنطقة بمجملها في البحر الأحمر وحتى على الدول العربية بصراحة دول مجلس تعاون الخليج العربي وطبعا في سوريا فاعلة أكثر رغم أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لهذه الميليشيات في سوريا موجعة جدا وتؤدي إلى ضحايا قتل العديد من الإيرانيين الفاعلين هناك ومن العراقيين لكن حقيقة تبقى هؤلاء سيطرتهم كما ذكرت تابعا لإيران وليس للحكومة العراقية شكرا شكرا جزيلا لضيفنا من بغداد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية معن أجبوري شكرا جزيلا شكرا جزيلا